بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم معكم المعلمة أريج حسن من مدرسة زهرة الأشرفية الخاصة أهلاً وسهلاً بكم طلاب وطالبات الصف الخامس حصة اليوم في مادة اللغة العربية بإذن الله تعالى الوحدة السابعة درس القراءة ابن سينة أهدافنا بإذن الله قراءة النص قراءة صحيحة معبرة استخراج الفكرة الرئيسة للنص واستخراج معاني المفردات الجديدة سأبدأ الآن خامس بقراءة النص استمع جيداً ابن سينة ولد أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينة عام ثلاثمائة وسبعين للهجرة ونشأ في ظل والده الذي كان والياً على بخارة وقد عهد به إلى كبار رجال العلم فأحسنوا تربيته وتعليمه كان منذ صغره على دراية بأمور الدين والفقه ثم تعمق في دراسة الآداب والهندسة والفلك والرياضيات والفلسفة وتنبأ له العلماء بمكانة مرموقة وشهدوا له بالتفوق والبراعة حتى لقب بالشيخ الرئيس كان ابن سينة بارعاً في الطب وذا عصيته فاستدعاه سلطان مدينة بخار إلى قصره ليعالجه من مرض عضال أصابه بعد أن عجز عنه الأطباء فعالجه ابن سينة فكافأه السلطان بأن منحه لقب كبير أطباء السلطنة كما لقب بشيخ الأطباء على الرغم من صغر سنه ألف ابن سينة كتاب القانون في الطب الذي ظلت جامعات أوروبا تدرسه عدة قرون وكان المرجع الأساس لأطباء العالم جميعهم إلى القرن السابع عشر الميلادي فلم يكن الطبيب طبيباً إلا إذا درس كتاب القانون لما يحويه من معارف طبية وصيدلانية من أهم إنجازاته استخدام التخدير في العمليات الجراحية وهو أول من حقن المريضة تحت الجلد إذن الفكرة الرئيسة خامس للنص هي التعريف بالعالم ابن سينة وأهم إنجازاته أما معاني المفردات الجديدة والياً حاكماً عهدى به أوصى به تنبأ توقع على دراية أي علم مرموقة مميزة بارعاً ماهراً ذا عصيته أصبح مشهوراً وعضال أي شديد منحه أعطاه ألف كتب قرون مفردها قرن والقرن مئة عام حقن أي أدخل الدواء في جسم المريض دعوا بشرح النص الفقرة الأولى هي فقرة تعريفية بابن سينة ابن سينة هو أبو العلي الحسين بن عبد الله بن سينة ولد في مدينة بخارة في أزباكستان عام ثلاثمائة وسبعين للهجرة نشأ وتربى وترعرع في ظل والده الذي كان حاكماً على بخارة في ذلك الوقت أوصى به والده إلى رجال العلم حتى يحسن تربيته وتعليمه الفقرة الثانية خامس كانت عن أهم العلوم التي تعلمها ابن سينة أولاً أمور الدين والفقه ثم درس الآداب والهندسة ودرس أيضاً الفلك والرياضيات والفلسفة علم الفلك خامس هو العلم الذي يقوم بدراسة ويهتم بدراسة الفضاء والنجوم والكواكب والظواهر الفلكية بشكل عام أما الفلسفة فهو علم يبحث في حقائق الأشياء وفي حقائق الأمور توقع له العلماء بمكانة عالية ومرموقة ومميزة عن باقي علماء عصره وشهدوا له بالتفوق والمهارة حتى لقب بالشيخ الرئيس من أهم الأشياء التي برع فيها أيضاً ابن سينة أنه كان بارعاً في الطب وذا عصيته أي أنه كان طبيباً مشهوراً في ذلك الوقت استدعاه وناداه سلطان مدينة بخارة إلى قصره حتى يعالجه من مرض شديد كان قد أصابه وعجز عنه الأطباء فعالجه فعلاً ابن سينة من مرضه فكافأه السلطان بأن أعطاه لقب كبير أطباء السلطنة كما لقب أيضاً يا خامس ابن سينة بشيخ الأطباء على الرغم من صغار سنه لاحظ خامس الألقاب التي لقب وحصل عليها ابن سينة أولاً الشيخ الرئيس ثانياً كبير أطباء السلطنة واللقب الأخير هو شيخ الأطباء ستلاحظ بأن هذه الألقاب جميعها تدل على أنه كان كبيراً وشيخاً بقدره وشأنه وعلمه لا بسنه إذن عندما لقب بالشيخ الرئيس وشيخ الأطباء وهو صغير في السن إذن هذا يدل على أنه كان كبيراً بقدره وعلمه لا بسنه من أهم المؤلفات التي ألفها ابن سينة كتاب القانون في الطب كتاب القانون في الطب خامس ظلت جامعات أوروبا تدرسه عدة قرون والقرن مئة عام انظر كم مئة عام بقيت جامعات أوروبا تدرس في جامعاتها هذا الكتاب الذي ألفه ابن سينة بالإضافة إلى أنه كان المرجع الأساس لأطباء العالم إلى القرن السابع عشر الميلادي إذن كان الكتاب الأساس الذي يرجع إليه أطباء العالم إلى القرن السابع عشر الميلادي لم يكن الطبيب طبيباً إلا إذا درس كتاب القانون الذي ألفه ابن سينة فسر هذه العبارة فسر هذه العبارة بأنه لم يكن الطبيب طبيباً إلا إذا درس كتاب القانون الذي ألفه ابن سينة ما السبب في ذلك؟ أحسنتم يا خامس لما يحويه ويضمه هذا الكتاب من معلومات ومعارف طبية وصيدلانية مهمة جدا إذن لما يضمه الكتاب من معلومات ومعارف طبية وصيدلانية مهمة جدا الفقرة الأخيرة خامس تتحدث عن أهم إنجازاته أهم إنجازاته كانت أنه استخدم التخدير في العمليات الجراحية ما معنى كلمة التخدير؟ التخدير خامس هو تسكين الألم إذن هو المخدر والمسكن الذي يقوم بتعطيل الإحساس والشعور عند المريض أثناء العمليات الجراحية حتى لا يشعر بالألم والوجع في ذلك الوقت كان أيضا ابن سينة أول من حقن المريضة تحت الجلد ما معنى أول من حقن المريضة تحت الجلد؟ عملية الحقن خامس هي إدخال الدواء عن طريق الإبرة الطبية يقوم الطبيب بإدخال الدواء في جسم المريض فعملية الحقن كان ابن سينة هو أول من حقن المريضة وأدخل الدواء في جسم المرضى في ذلك الوقت في النهاية خامس نقول بأن النص تحدث عن ابن سينة أهم العلوم التي تعلمها تحدث عن أهم ألقاب ابن سينة أهم مؤلفاته بالإضافة إلى أهم إنجازاته كما ذكرنا قبل قليل يتبقى عليك عزيز الطالب حل المعجم والدلالة الموجود صفحة 76 بالإضافة إلى أسئلة الفهم والاستيعاب على دفتر المعاني ترجمة نانسي قنقر